إن الحمد لله نحمده وسعينه ونستغفره نعوذ بالله مشروعين فسنا ونسيئات عمالنا من يهده الله فلا عمد إلا له ومن يضله فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عمده رسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يغفر الظنوب إلا الله الظنوب لا يغفره إلا الله وكل من ارتكب خطيئة فهو معلق بها مرهون بها فكل ذنوب مرهون مصار كل نفس بما كسبت رأيين مرتهنة يعني أنه نمسوك بهذا دعو الله تبارك وتعالى عباده من الغروج من الظنوب قال سبحانه وتعالى قال يا عبادة الذين أصرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمتك إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأرئبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ضغطا وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذلت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين ومنج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا يحزنهم قال أهل العلم هذه أرجى آية كتاب الله يعني أكثر آية الرجاء وذلك أن الله دعا عباده جميعا وقال يقول يا عبادة الذين أسرفوا على أنفسهم أي بكثرة المعاصر لا تقنطوا من رحمتهم إن الله يغفر الذنوب جميعا فاقنطوا تئسوا تقطعوا الأمل من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفر الرحيم والذنوب جميعا كذب أعظم ذنب في حق الله تبارك وتعالى هو الشب من ادعى أن لله ندا ولدا أو كفا أو شابها أو صرف ما لا يصرف إلا لله صرف أولاي لله تبارك وتعالى ما لا يصرف إلا لله من الدعاء والركوع والسجور والذبح والنذب هذه أمور من العبادة لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى وابتجوز إلى الله فوان صرف شيئا من أنواع الجبالة لغير فأمشرك بالله تبارك وتعالى وهذه أعظم ذنوب وأعظم ما خالف الإسم من قال إن لله ولد وقال اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شيئا إدى فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عدى لقد أحصاهم وعدهم عدى وكلهم آتيه يوم القيامة فرده كلهم كل خلق الله تبارك وتعالى آتيه يوم القيامة فرده الأنبياء يوم القيامة والمرسلين كل يقول نفسي نفسي يستشفع بهم الناس فيقول نفسي نفسي فكل أحد آيات الرحمن أحف بالله والسحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي ومالزه وخذف الموصنات الغافلات المؤمنات هذه سبع قال النبي التقو سبع موغي قال ومعنى موغي قال يعني مهلكة لصاحبه وخير ابن عباس هل الكبائر سابع قال إيا إلى السبيع أخرى فإن هناك كبائر أخرى لن تذكر في هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أبدلكم على أكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وحقوق الوالدين وكان رسول الله المتكئا تجلس فقال ألا وشرت الزور ألا وشرت الزور ألا وشرت الزور فما زال يعدل ذلك حتى قل الصهادة حتى قلنا ليته سكت فشارة الزور لم تذكر في السبع وهي من أكبر الكبائر وشارة الزور بعضها إذا كانت مخترنة بيارين فهو موجب للعقوبة يعني والتخليط في النار وغضب لله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الصبر هو فيها فاجر لخي الله تبارك وتعالى يوم يلقاه الله فالكبائر كثير ولكن كل مخالفة للأمر الإلهي لم حتى لو كان صغير فالنميمة نقل الحديث للإفساد وهو صدق يعني حديث صدق يسمع واحد يتكلم في آخر وخار صدقا وينكله للآخر لقصد أن يفسد بين الناس فهذه النميمة أخبر النبي أنه أن صاحبها يبعان فالشاهد أن كل مخالفة للأمر الإلهي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة ذنب يقتضي العقوب ذنب يقتضي العقوبة فيحذر كل أحد من أن يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وليس يحدى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذار النبي سمعت أن هذا أمر من الله هذا أمر من النبي خلاص ليس أمرا يعني الإستحبال وإنما هو أمر الإنجاب لا يسمع أعطاء يجيب أعوذ فأقول كل مرتهن من ذلك تعمل ذنب ارتهنت بيه لكن الله سبحانه وتعالى جعلنا عن ثكاة من الذنب كيف تنفك عن الذنب فمن هذا الاستغفار وهذا من رحمة الله عز وجل ومن يعمل سوءا ويغضل نفسه ثم يستغذر الله يجب الله وفره أي عظيم عملت الذنب ارجع إلى من لا يغضل الذنب إلا هو ارجع إلى الله سبحانه وتعالى ومن يعلم شيء فالله ومن يعلم سوءا أو يغضل نفسه ويغضل نفسه ويغضل ذنب ثم يستغفر الله يجب الله وفره رحيم فهذا أمر عظيم فالاستغفار أعظم بالأبوال التي تخرج بها النذب التي تخرج من الذنب ارجع إلى الله فاستغفر للذنب استغفر للذنب واحسن اعمل عمل العمل الصالح فإن الحسن أثمت السيء قال الله إن الحسنات يذهب للسيئة فعملت سيئة أعمل حسن تصدر صلي ركعتين حديث عبد ابن عبي طالب رضي الله عبد حديث عظيم يقول ما فنت أخبر أحد لأن أحدثني عن رسول الله اللي استحلف يعني استحلف الأول سمعت هذا من رسول الله صلى الله صلى الله فإن حدث لي وإلا يعني ما أخف هذا كان الصناعة ابن عبي طالب قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر كان يرى أن أبو بكر صادق ولا يحتاج أن يستحلف قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله ما من مسلم يرتكب ذنبا ثم يتوضى فيصلي ركعتين إلا وقر الضوغة الأمر عظيم ما من أي مسلم يرتكب ذنب فيه يتوضى يصلي ركعتين إلا وقر الله تبار وتعال فهذا أمر عظيم هذه أبوال المسلم يخرج بها يخرج بها من الخطيئة والذنب ولي بين الطاعة ولي بين الطاعة من طاعة إلى طاعة فإنها كفارة كفارة للذنب الصدق يقول النبي والصدقة تكفر الخطيئة كما يكفر المعنى يعني أذنك تصدق فإن صدقتك خلص تخرجك من الزنب الذي أذنبته تطفئ خطيئته فربنا فتح باب الرحمة فتح باب الرحمة سبحانه وتعالى يا إبادة وخلهم أي واحد يرتكب أي ذنب مهما كان يعود إلى الله قل يا إبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بالرحمة إن الله يغفر ذنوب جميعا إنه رغف الرحيم وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي لكم العذاب ثم لكم سرط عذاب يأتي خلص توصلت الروح الهرقون خلص يخفى الباب باب التوبة ولو صفار الطوفة أنت في فسحة إلى أن تصل الروح إلى الحرقون عندك فسحة وعندك مهنة وعندك سماعة يقول النبي يغفر لأهلكم ما لم يغرم غيره والغرغة خلص يا إخراج يعني المحتضر المحتضر إذا أخرج خلص الروح وصلت إلى حرقومه لتنزع خلص وهذا آخر كلام تكلمه يعني قبل أن تنزع روح فإذا كان إنسان في النزع في بداية النزع واستغفر يغفر له لكن إذا وصلت الروح الحرقوم وأصبح في نهاية النزع فإنه لا يغفر له فنحن الآن كل مسلم في فسحة من أمره عليه أمن يرجع إلى من كان الذنب في حمس لما تذنبت تقع في حق مين ذنبك في حق مين في حق الله في حق الله يعني أن العبد ولا يغفر هذا الذنب إلا الله فعلا هذا أنت إذا أذنبت إباهنا الآن ارتكبت ذنب على نفسك لكن في حق الله عز وجل لن يغفر هذا إلا الله لو اجتمع كل من في الأرض على أن يزيلوا عنك هذا الذنب أنزلوا ما هل يقدر يزيل ولا هل يقدر يفكك منه فلا يفكك من ذنبك إلا الله والله فتح فتح لنا الباء سبحانه وتعالى لنخرج من ذنوبنا قبل الموت فعلنا بالمبادرة الداء والاسترطار الداء والرجوع الداء إلى الله والنبي كان يقول يا عباد الله أتوب إلي الله فإني أتوب إلي الله في اليوم أكثر من مئة مرة هذا النبي هذا النبي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له الله ليأذر الله لك ما تخذر من ذنبك وما تأخذ ويتم نعمته وعليه فيهديئك صراطه مستخير لكن كان يقول يا عباد الله اتفر الله توب إلي الله فإني أتوب إلي الله في اليوم أكثر من مئة مرة استغفر الله أتبارك وتعالى بكل ذنب من أبننا استغفر الله ولكم بكل ذنب فاستغفر استغفر الله الحمد لله وعنده والصلاة والسلام على رسول محمد السيد الأولين والرساة الذين ببنروا رسالة والدامان ونصح للأمة وجادة الله حقا فيها حتى أتاه لقيم ربني صلاة الله والسلام وعنده شكرا شكرا